اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة السلام الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين وبعد طبعا الرقابة في البنك لها دور قوي جدا وطبعا الإدارة معنية كبنك حسب النظام الأساسي الموجود فيه ونشأة المصرف الإسلامي والبنك الإسلامي معني البنك بإنشاء رقابة شرعية في جميع أعمال المؤسسة سواء كانت هذه الرقابة الشرعية تتعلق بالمنتجات أو تتعلق بالعقود أو تتعلق بالاتفاقيات أو تتعلق بأي شيء البنك يطرحها سواء يكون داخلي أو خارجي فالإدارة معنية بإنشاء هذه الرقابة لأن النظام الأساسي اللي أنشأ فيه البنك الإسلامي على أساس أنه متوافق مع الشرعي الإسلامي مدام متوافق مع الشرعي الإسلامي فأنت ألزمت نفسك أن تكون من ضمن الإطار اللي يحكم الشرع فوجود الرقابة الشرعية طبعا في البنوك الإسلامية لها خصوصية كبيرة جدا أولا أن وجود هيئة الرقابة الشرعية تكون تتعين من البنك المركزي ووجود إدارة الرقابة الشرعية الداخلية وجود التدقيق الشرعي الداخلي والآن في 2019 فرض التدقيق الشرعي الخارجي هذه كلها من أجل هدف واحد وهو أن يكون البنك في جميع معاملاته اللي يقدمها للجمهور ملتزم بأحكام الشرعي الإسلامي فهذه الهدف الرئيسي اللي من أجله وجود هذا النظام النظام طبعا يتعلق بجميع مفاصل المؤسسة في المنتجات في تصميمها في في الاتفاقيات اللي تكون في العقود في الإجراءات اللي تم بين البنك في طريقة المحاسبة معالجتها كلها هاي تتعلق بالنظام الأساسي يجب أن يكون خاضع لغغابة الشرعية الداخلية يعني موافق لأحكام الشرعي الإسلامية موافق لقرارات الهيئة موافق للمعايير الشرعية لما يصلوا من البنك المركزي من تحميم أو أي شيء هاي تقريبا الأمور اللي تكون بشكل عام للرقابة الشرعية اللي موجودة في المؤسس شيخ ماذا بأسهل كل البنونك الإسلامية بهايئة الرقابة تشتغل بنفس الطريقة ولا يفرق من مقلها طبعا الضابط العامة هي ضابط واحدة معروفة لأنها هي معتملة من بنك البحرية المركزي وكلها تتبع مرجعية واحدة هي مرجعية هيئة المحاسبة والمراجعة للسرعة المائية الإسلامية اللي هي الأوافي فمرجعياتها واحدة وخي نقول دستورها واحد لكن فينا طبعا قد تكون اختلافات في وجهة النظر اختلافات في قضايا العقود وقضايا بعض التطبيقات أنا بس أضيف عبارة اللي هي يعني احنا ممكن نفهم الرقابة الشرعية نفهم مثلا للتعريف يعني كتعريف شبه رسمي اللي هو مراجعة وفحص أعمال البنك للتأكد من التزام البنك بأحكام الشريعة الإسلامية مراجعة وفحص شنو يعني يعني عندنا مراجعة قبل ومراجعة بعد مراجعة اللي قبل تقوم به إدارة ومراجعة اللي بعد تقوم به إدارة قانية والإدارتين دون أن تتبعون هيئة الرقابة الشرعية اللي هي مجموعة من الفقهاء المعروفين على المستوى البحرين حتى على المستوى الخليج العربي والعالم أيضا إدارة الرقابة الشرعية مثل ما قلنا عندها مرجعية الووفي وعندها مرجعية البنك المركزي فكلها تغريبا بشكل عام نقوم بدور واحد متشابه مع اختلافات بسيطة بين البنوك الإسلامي الموجودة شنون اللي يميز بنوك البحرين عن باقي بنوك خصوصا يقصد في عمل في عمل البنوك الإسلامية في البحرين تتميز بوجود تشريعات من ضبطة من أكثر من خمسين سنة فوجود رقابة وتفتيش من البنك المركزي في لوائح في أيضا وجود هيئة المعايير المحاسبة والمراجعة موجود نشأتها البحرين عندنا أيضا الخدمات اللي تقدم البنوك الإسلامية لجميع المصارف عن طريق داما لما تتابع اللي مكتوب عن البنوك الإسلامية البحرين خير مثال في هذا الموضوع صحيح هذا ما في شك يعني التشريعات الأنظمة وجود الكوادر البحرينية وجود المؤسسات العريقة اللي لها باع كبير في عملية الصيرفة الإسلامية وجود علماء أفاضل من بداية نشأة المؤسسات قامت على أيديهم خاصة الأيوفي والمجلس الشرعي والآن بعد بفضل الله عز وجل النشأ عن طريق جهات الملك المجلس الشرعي في البنك المركزي وله شكل قانوني موجود وطبيعة خاصة بالبنك المركزي وتستعيم به المؤسسات وغيرها في المنتجات وفي تطويرها عن طريق البنك المركزي وتعميمها لجميع البنوك في حال تطلب صدار منتج معين من البنك المركزي للجمهور أو للمؤسسات المالية الإسلامية تستعين بهذا المجلس الشرعي الموجود فيه طبيعة البحرين لها تشريعات جدا ممتازة راقية في الصيرفة الإسلامية ووجود كيان يدعم المؤسسات خاصة المؤتمرات التي تقام والأيوفي والمجلس العام للبنوك الإسلامية فكلها موجودة في البحرين ففعلا يعني التميز تمتاز به البحرين بوجود جميع البنوك الاستثمارية والتجارية والقطاع الأفراد وغيرها شيخ حمد كثرة البنوك وأن البحرين أساسا هي هب ملتقى للبنوك في المنطقة البحرين عندها وزنها خصوصا من البنوك هذا صعب عملكم أم سهلة يعني صعبها في جوانب وسهلة في جوانب يعني السهلة في جوانب أنه هناك يعني تلاقح خبرات موجودة من البنوك الإسلامي حتى الإدارات الداخلية في البنوك الإسلامي مثلا نحن كإدارات رقابة الشارعي هناك تواصل وتنسيق دائم يعني في تراكم خبرات ونقل حتى يعني خبرات وتجارب بيننا فنحن نتكلم عن رقابة الشارعي بالعكس أتوقع سهل عملنا أكثر هذه الخبرات هذه نقلت واستفارت منها حتى الهيئات يعني حتى الأيوفي وغيرها من الهيئات استفارت من هذه التجارب هذه مسامح شيخ للي ما يعرفون ما هي الأيوفي أشان الأيوفي هي هيئة المحاسبة والمراجعة لمؤسسات المالية الإسلامية هي هيئة مختصة بإصدار المعايير خلق القوانين الشرعية التي تتباعها البنوك الإسلامي وهي طبعا ملزمة التطبيق في البحرين هناك معايير شرعية وهناك معايير محاسبية وهناك معايير ضبط وإخلاقيات وهذه البنوك الإسلامية في البحرين وبعدد من الدول الملزمة أنها يتطبقها يعني نحن دائما نسأل هل هيئة الشرعية وإنتو كإدارة رقابة شرعية لكم حرية التصرف في العقود والفتاوى بس عراحتكم ولا في هناك مرجعية تقيدكم بالأسف هناك مرجعية واضحة التي هي المعايير الشرعية يعني ما يجوز الهيئة الشرعية أنها تخالف المعايير الشرعي فرضا أو ما يجوز تخالف الهيئة الشرعية المركزية في هناك قيود وضوابط حتى ما تتوسع الهيئات أو حتى إدارة الرقابة الشرعية في تفسير بعض الأحكام مثلا أسألتكم طرحوها ورح نطرحها على المشايخ شيخ ابن وصر رمضان مختلف هالسنة يعني لا توقع أنه واحد كان يفكر أنه بنعيش رمضان في هالطريقة صحيح شلون تشايف رمضان هالسنة قبل أن نشف لسنة الرمضان والله يعني أسأل الله سبحانه وتعالى العافية للجميع وأن يزيل هذه الجانح اللي وقعت على العالم مو على الدولة فقط على العالم كله بأسرة طبعا ما في شك رمضان سنة مختلف اختلاف كبير والفيروس لها حكم يعني الوباء اللي انتشر في العالم ما يمكن أن نكون بعيدين عن المنهجية اللي الله سبحانه وتعالى وضعها والنبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من أشياء كثيرة خاصة إذا نزل الطعون بعدم تقارب من أصيب بمرض معين من هذا الوباء مع الناس الأصحة فبفضل الله عز وجل دين دين واقع يعني بفضل من الله عز وجل تجري التشريعات في كل زمان ومكان في أي ظروف إلا إلا وتجد أن الله سبحانه وتعالى جعل المنهج متلائم مع الظروف التي أنت فيها فعلى سبيل المثال حبس الناس الآن في بيوتهم فبفضل الله عز وجل ما منعوا الأجر اللي كان يصلون في المساجد سواء الفروض أو الجمع أو الأعياد الأجر بفضل الله عز وجل موجود لأن الحابس الذي حبسهم هو أمر طار لعام للجميع بل للعالم كله الحبس العالم تقريبا فوق السبعة مليار ما يستطيع أن يتحرك في العالم كله فالأمر بالنسبة لرمضان بالنسبة لنا بالعكس كأن خلوة مع الله عز وجل في تقارب من قبل الأسر مع بعضهم البعض الأباء مع الأبناء والأبناء مع الأباء كان الكثير من الناس يشكون من عدم التقارب عدم وجود وقت بفضل الله عز وجل الآن أغلب صار أوقات كثيرة جدا فالحياة تغيرت نمط الحياة تغير العلاقة التي بين الأباء والأبناء تغيرت بحيث أن الطاعة أصبحت غير مختلفة إقبال الأولاد لهذا الواضع وفي شهر رمضان أصبح متغير إقبالهم لقراءة القرآن شيء غير علاقتهم بين الأب والأم أصبحت مختلفة تنوع في عمل الخير أصبح بفضل عز وجل إبداع من كثير من الشباب في البحرين أو في خارج البحرين شلون تكيفهم مع هذا الواضع في أن الأعمال الخيرية والصدقات والإقبال على الله عز وجل الذكر قراءة القرآن ممارسة الحياة بشكل فيها نوع من التفاهم معرفة الذات معرفة الأبناء أصبحت مختلفة جدا قبالهم على الله عز وجل اختلف فنمط الحياة فعلا في رمضان اختلف وأسأل الله سبحة تعالى أن يزيل عن الأمة إن شاء الله إن شاء الله محمد كنت أسمع خصوصا لها الفترة يعني أن هذا الجائحة صارت فرصة ورصة مثل ما قال شيخ نقع في البيت ناخ وقت أكثر فش نستفيد من هذا الوقت شنو ممكن نسوي خصوصا أيام رمضان رمضان أنا أظن رمضان هذه السنة هو أفضل السنوات التي يمكن واحد استفيد منها من هذا الشهر قبل كان الكل يقولنا أن نحن نبدأ تجهزات العيد ونقرقعون ونمرعين الوقت وخلاص ما تفرغنا لا حق صلاة ولا عباده أولا مثلا حق صلاة الأرحام أو الغبقات أو الأمسيات وغيرها هذه السنة المفترض ما تفرغنا هذا الشيء تقريبا اختفت أو نعدمت فالوقت لحل هذا الشيء الذي كان موجود ماذا ستفعل فيه فالفرص موجودة والنقطة الثانية حتى نفهم أن هذا الواحد عندما يقيم نفسه هل هو فعلا استفاد من رمضان أو لا ما حكمة رمضان لماذا رب العالمين فرض رمضان الآيات والأحاديث نصت على أمور متعددة هناك حكم كثيرة جدا ممكن لخصة بخمسة باختصار أولا هناك بهدف روحاني لعلكم تتقون هذا الهدف الرئيس أن القلب يعلم مع الله سبحانه وتعالى ويبدأ الإنسان بتقوى وخور من رب العالمين هذا الهدف الأول هدف روحاني الهدف الثاني هدف الأخلاقي ولعلهم يشكرون في الآية اللي بعدها فيتعلم الإنسان معنى الشكر ويطور علاقته مع إخوانه ويحس بمعاني الفقر ومعاني الجوع والعطش الهدف الثالث هدف إداري وتنموي الآية اللي بعدها الثالثة ولعلهم يرشدون فالرشد يكون في معاني الاستقامة الرشد في الإدارة إدارة الوقت إدارة الجوع وإدارة الشهوات كل هذه تحت هذا البن الهدف الرابع هدف التربوي يتعلم إنسان معنى الرقابة يعني إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزبه ذلك يعني يقول أن الصيام عبادة سلبية يعني مناسب الصلاة أنت تروح في جماعة والصليل كل يشوفك أو مثلا الحج لا الصيام عبادة سلبية وأنت تمشي في السيارة وأنت تمشي السيكة وأنت في البيت وأنت تكرم حتى في الحمام صايم والأجر يمشي لك على طول الهدف الخامس والأخير هدف صحي وهي نتركه حتى لأطباء يعني فالأعداف الخامسة التي حققت عند الإنسان ولو يعني جزء منها فنتهني فعلا استغليت وقتك في رمضان أحسن استغلال شيء غاب ناصر يعني خصوصا هذه الفترة والأيام والأيام نحن متعودين صلاة التراويح صوت القرآن الناس التي تروح المسجد يعني هذه حركة الرمضانية التي تعودنا عليه صحي خصوصا في العبادات نحن في الأشياء الثانية ممكن أن نقع في البيت بلس العبادات وفي ناص يعني ناطرين رمضان عشان صحي ويايا صلاة عيد متعودين نقلة الصبح على صوت هذه كل السنة مو موجود نصيحتك بأننا نحن كمسلمين هي الله يسلمك هي نعم والنعم اللي هنا نعيشها اليوم ما كنا يعني نحس طعمه ولذته والنعم اللي الله سبحانه وتعالى أنا علينا من الصلاة في المسجد من صلاة التراويح فالآن يعني أصبحت هذه النعم اللي فقدها المؤمن المسلم أصبحت لها شعور غير طبيعي عن ما كانت في السابق من رمضان اللي 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 فات فعلا الله سبحانه وتعالى يعني حبس عنا أشياء على أساس نستشعر عظمة هذه النعم اللي كنا فيها لذلك المريض مت يشعر بالصحة إذا فقد هذه النعم اللي كان يعيشها بشكل طبيعي ويمارسها في حياته ولا قاعد يلتفت لها بشكل يعني أساسي ويشكر الله عز وجل على نعمة العين نعمة البصر نعمة الين نعمة الصحة نعمة الأكل نعمة التلذذ نعمة الحركة نعمة الخروج هاي كلها نعم لآن حبست بدأ الناس تشعر يعني أين رايح في ذلك نظرتنا لقول الحق سبحانه وتعالى عندما قال وإن تعد نعمة الله لا تحصوها هذه نعمة وحدة فهني اليوم في ازدحام من النعم اللي الله سبحانه وتعالى أنعم علينا سواء كانت من الشعائر الدينية أو تتعلق بحياتنا أو تتعلق بالحمل أو تتعلق بالعلاقات أو تتعلق بالأسر أو صلاة الرحم كلها هذه الآن بدأت تنحصر في بيتك أنت مع أولادك فقط ففعلا لها وقع كبير في القلب لعلنا الله عز وجل يبقى يشعرنا أن نشكر الله عز وجل دائما ونذكر هذه الأشياء اللي حرمنا فيها كيف بيكون تغييرنا في المستقبل اليوم طريقات الحياة تغيرت ورح تتغير أكثر ورح تتغير أكثر وشعورنا مع الله عز وجل كما أخبر الحق سبح وعلى حلكم تضرعون يعني الفتن الامتحانات ممن أجل مضرة الإنسان الله سبح وعلى غني عن مضرتنا وعن عذابنا وعن كل شيء ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم فالمطلوب هو الإقبال على الله عز وجل وناس كثيرين فعلا ما كانوا مقبلين على العبالات لأن أقبلوا على العبالات ما كانوا يقرؤون القرآن تفرغوا لقراءة القرآن ما كانوا مطلعين الآن بدأت القراءات تتنوع بدأت الإقبال على الله عز وجل في الذكر شكر الله عز وجل بالكماليات اللي كمال الكماليات اللي كانوا الناس يتباهون بها الآن أصبحت من الأمور الضرريات اللي يجب على الإنسان أن يتقيد ويستشعر بها ففعلا بتتغير ناظراتنا في الحياة مع وجودنا في هذا مضيحك شكرا تباعد الآن نحن قاعد يوم البيت التغيير اللي قاعد يصيدنا عثر نفسي وائد كبير اليوم كانوا نطرشين نسوي دراسات على الحالة النفسية اللي ممكن متوقع أن تصير بعد الجائحة الحمد لله يمكن حتى نسب أمراض النفسية التي منها المشاكل الأقل الحمد لله ما عندنا لنسب انتحار بس شوف دول أوروبية جديد طبعا من ورا مسلمين بسرعة من واحد يتأذى على طول يلجأ يعجوا حتى لو ما كان ملتسم يصير ملتسم حين فترة رمضان وهذا الحالة النفسية شون واحد ممكن فعلا يتقرب من الله ويستغل هذه الفرصة نعم هي فرصة أن الإنسان يعوذ هذا الأمر يعني رب العام لما فرض الطاعات والفرائب والمستحبات مفرض لأمر كلها لهدف فالإنسان كلما زاد طاعته كلما نفسي تقوت أنا أظن أن أغلب الناس اللي يعانون نفسيا بسبب قضايا مالية ربما يعني فكونوا في مستقبلهم يعني ذلك النبي السلام يعني أوصانا بالدعاء الله من يعود بك من الهم والحزن الهم هو المستقبل والحزن في الماضي حتى علماء الإدارة يعني لا تشغل نفسك بالتحكي في الماضي ولا تشغل في المستقبل الإنسان يخطط ويعمل ويترك على الله النتائج اليوم كل علماء يعني ونتخصين في السياسة والاقتصاد وعلماء الناس والاجتماع والمفكرين كلهم قالوا أن مرحلة ما قبل الكورونا غير مرحلة ما بعد كورونا فهي لأن نعيش مرحلة مفصلية فعلا فصلا في الجانب الاقتصادي والاستهلاكي هي فرصة لأن الواحد يعني بعد ما يراجع نفسه من ناحية الإيمانية ويقوي صلاة بالله عز وجل عرف الله في الرقاية عرفك في الشدة أيضا يقوي نفسه من ناحية المالية يعني وما أقول أنت الحين قاع في البيت الشهور ما تراجع نفسك ماليا من ناحية الاستهلاكية هل تصرفاتك الاستهلاكية صحيحة ولا هل المصاريف والأمور الكماليات هل هي ضوريات أم لا فالآن فرصة أنك تراجع نفسك هذا شيء شيء ثاني هل استغلت يعني الآن مضى ناحية في أنه ما عنده ديون أو قروض هل استغلت قضية تأجيل الأقصاد في شنو استغلتها ليش ما تخطط لك ماليا في المستهبل ليش ما تسهدد الديون التي هي تكلفتها عالية جدا قضية ليش ما تتعلم لك في إداة والدخار الأموال والاستثمار الديخار الإيجابي الديخار السلبي إلى آخر قضية الاقتصاد المالي القضية الأخيرة أو قبل الأخيرة أن ما يبالغ الإنسان في الحذر ولا يبالغ في الخوف أن الله صفحته هو الحافظ هو الرازق هو القادر على فعل كل شيء وفي السماء الرزق وكما ما توعدون فالترك على الله سبحانه وتعالى النتاج آخر شيء لا تنسى الآن في الشهر الفضيل والعشر الأواخر على الأبواب لا تنسى الصدقة ولا الزكاة هي البركة في الدنيا وفي الآخر إن شاء الله إن شاء الله نرجع للمنوك مصرف الخليج التجاري شنو كانت مبادرات ومصرف الخليج والله بفضل الله عز وجل مبادرات كثيرة ما تخلو منها سواء المصرف الخليجي أو البنوك الأخرى يعني أثرهم كبير في المجتمع ما في شك سواء من ناحية الأسر المتضررة أو الأسر المتعففة أو الفقراء أو المحتاجين أو أصحاب الديون بفضل الله عز وجل أنا تكلم عن مصرف الخليجي طبعا له يد كبير جدا في مد يد العون للمحتاجين وهذا حق من حقوقهم لأن الله عز وجل عندما فرض الزكاة والصدقات وأعمال الخير هذه حق الفقراء والمساكين فالحمد لله رب العالمين المؤسسة لها ضاع كبير جدا في في عمل الخير وتصدق وتعاون مع الجهات الرسمية من من الخيرية سواء جمعيات أو صنع أو غيرها في توصيل هذه المساعدات إلى المحتاجين فبفضل الله عز وجل وكان رمضان الماضي كان لنا يعني بفضل الله عز وجل روحانيات مع العمال الوافدة فكان مشروع جدا وهو افطار صائم كان فعلا يعني الموظفين يستشعرون لذة الصوم مع هؤلاء اللي تركوا أوطانهم تركوا أبناءهم في يعني أوضاعهم المالية قليلة فبفضل الله عز وجل فعلا هو ليس المصر بس الخليجي فقط طبعا بنوكس لامية كثيرة في هذا المجال لكن هذا المشروع كان له العام أثر كبير على الموظفين أثر كبير على أسرهم يستشعر الإنسان بالنعمة نعمة الصوم نعمة ليش الله سبحانه على حرمك من الطعام ومن الشرام أساس فعلا تحس بالفقير والمسكين شلون هو يعاني طول السنة فأنت الله سبحانه على حرمك خمسة عشر ساعة فقط في شهر واحد فما بالك بالمحرومين لذلك اليوم فعلا نحتاج أن هنا نستشعر وإن كنا محبوسيين وإن كنا موجودين في المنزل خروجنا له شروط في قيون معينة لحمايتنا وبفضل عز وجل جهود المملكة البحرين سباقة جدا في تعامل مع هذه الأزمة إلا أن لو تذكرنا الناس اللي يعانون طوال العام منها من أشياء من الحروب ومن غيرها من عدم وجود منزل أو وطن أو بيت يأويهم يأوي أسرهم أن نعيش ملوك فيجب على الإنسان هو نظرته هي اللي يتحدد شلون ساعاته في الحياة النظرة هي اللي فعلا يتغير ساعاته وطريقة تعامل مع الأحداث الموجودة ما هي المبادرات 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 الإسلامية ما شاء الله في فترة أخيرة المبادرات ليس مكفر أشفر رمضان نعم الحمد لله طبعا المبادرات الإسلامية نسلمت البنوك الإسلامية وحتى غير الإسلامية يعني الأزمة الأخيرة أزمة كورونا اثبتت لكل جميع شعب البحرين شعب متكاطف حكومتين ومؤسسات مجتمع مدني وجمعيات تعاونية وهيئات وبنوك وتجار كل ما شاء الله حملة فينا خير كانت أكبر شاهد طبعا بكب حسامي شارك في هذه الحملة شارك في حملة التي كانت بالتعاون مع محافظة العاصمة في دعم الجاليات أيضا أطلقنا مبادرة من لجنة الزكاة لدعم الأسر المتضررة من كورونا ولجنة الزكاة كان لديه دور في قضايا دعم القطاع الصحي وغيرها الحمد لله كان فيه مشاركة طيبة عندك سؤال موضوع الزكاة لا يتناقش أهمية الزكاة ورقب من أركان الإسلام سأقول كلب فراي أن تحدث عن الزكاة أن الذي لا يعرف حلاوة العطاء لا يفهم ما هو الزكاة نعم خصوصا حين الرمضان والزكاة ما تقول لنا نعم الزكاة طبعا البعض للأسف يطلق عليه الطريقة الغائدة هي الركن الثالثة كان الإسلام مرتبطت بالصلاة يعني الصلاة ذكرت في القرآن في حوالي 31 موضع 27 موضع منها قرنت مع الزكاة فكأن الإعلامة قال كأن الصلاة ما ترفع ورا تقبل إلا مع الزكاة وهذه للناس اليوم يعني مقصري فيها جدا الزكاة تعكس التكاتب وتعاضل المجتمعات الإسلامية بشكل عام والله الحمد يعني اليوم الجمعيات الخيرية وهناك السواديق حتى الشبه الحكومية قام بدور كبير جدا في هذا الجانب مصارف الزكاة أيضا عندهم مصارف ثمانية في الزكاة كلها تقريبا تخدم هذه الناس اللي اليوم تضررت يعني هم فقراء هم مساكين هم يعني غارمين حتى في هذا الوقت ففرصة أن وهنا نداء نوجه حق الجمعيات وحتى حق الجهات نمسة المجتمع المدن أن يعيدوا النظر في أولويات المصارف اليوم في السابق إذا كانت هناك أولويات أخرى اليوم لا تغيرت الأولويات لابد أن يقدمها أولاء الذين فقدوا أعمالهم أو تضرروا من الكورونا ومن المؤسسات لدعم هذه الفئة من الناس يا نظر شون نستفيد من هذه الأموال في ناس قرقانين الوضع الحالي يعني ديونه بس مستقبلا شون ممكن الزكاة تساعد أن هاي ناس تتعافى بعد أزمة كورونا والله يك من ناحية الزكاة ما في شك أن حتى ديننا بفضل الله عز وجل يعني أمرنا أن نجوز لنا إخراج زكاة الأعوام المستقبلي للأعوام القادمة طبعا أصحاب الثروات مهم جدا في هذا الوقت لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال داو مرضاكم بالصدقة فلصدقة شقين قد تكون صدقة مفروضة وقد تكون صدقة تطوعية الصدقة المفروضة هي الزكاة الله سبحانه تعالى جعل لنا وعاء زكاوي موجود في منهجنا منهج الدين الإسلام منها ثروة نقدية وعندنا ثروة تجارية وعندنا ثروة زراعية وعندنا ثروة محدنية والآن ثروة حيوانية وغيرها من الأشياء الموجودة عن طريق الخدمات التي أصبحت في الحصر الحامر هذه كلها ثروات يسمونها وعاء الزكاوي أي دولة أي شخص أي مؤسسة تستثمر هذه الثروات وهذا الوعاء بشكل صحيح ثق تماماً أنه حافظ على المعادلة الاقتصادية الربانية للشق الأول الشق الثاني هي مصارف الزكاة للثماني ثم تما استثمرت وعظمت هذه الثروات كلما قل نصيب أو العدد من الفقراء والمساكين لأن حقهم في هذا المال سيكثر فسمحان الله يعني الله سبحانه يعني جعل لنا ميزان بين هذا الوعاء واستثماره على أساس يكون له مردود كبير ومن بين حق الفقير والمسكين والأصحاب الثماني اللي الله سبحانه ذكرهم من أصحاب الزكاة حقهم في هذا المال الذي أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أغنوهم يعني الغينة اليوم ترى كثير من الوظائف لأشخاص سيفقدون وظائفهم وأناس ستقل الأجور الأجور اللي كانوا يتحصلون عليه طبيعة المؤسسات والعلاقة اللي موجودة بتتغير بتغير جذري بتنشأ شركات واستثمارات جديدة حسب طبيعة الوضع الحالي اللي بيصير عن التجارة عن بعد التعليم عن بعد سيكون لها أثر قوي جدا في المستقبل القادم فإذن هنا لا بد أن نتكيف مع الواقع اللي هنا موجودين فيه بحيث أن فعلا نستطيع عن طريق الزكاة أن نغني الناس اللي فعلا في عوز الناس اللي فقدت وظائفه الناس اللي كان عندها مردود رئيسي بالنسبة للأسر المتعففة في توصيل الأبناء المدارس أو الوظائف عن طريق التكسي الأجرة أو المدربين السياقة أو غيرهم هذه أصبحوا الآن وعندهم أي مكسب آخر أو مردود يستنينون عليه ففعلا بفضل الله عز وجل الآن البلن قايمين على هذا الجانب والجهات الخيرية بفضل الله عز وجل وأصحاب الأموال والاستثمارات يدهم إن شاء الله بإذن الله عز وجل في هذا الأمر المعطاء فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتكاتف الجميع للانتقال لهذه الفئة التي تضررت بحيث أننا فعلا نوصلهم إلى بر الأمان لأن كلنا يسفينا واحدة فنسأل الله سبحانه وتعالى التوفير والسلام كلمة خيرة فالوضاع يعني هل نتمنى من الناس ما يشغلون تفكيرهم في المستقبل نحن الآن في شهر فضيل وشهر كريم وانتصف الشهر في هذه الليلة ليلة القرقعون فما تبقى إلا القيل على العشرة الأواخر اللي هي خير ليالي في العام إن الواحد يترك وراء ظهر كل الأمور الجنيوية ويفكر في الآخر ويفكر في علاقته مع رب العالم ويقيم نفسه ويقيم ذاته وعلاقته مع الله سبحانه وعلاقته مع الناس العشرة الأواخر معروف النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان في العشرة الأواخر إذا دخلت العشرة الأواخر شد مئزرة وإيقظ أهله وأحيى ليلة وإذا قصرت في الأيام اللي فاتت الفرصة أمامك العشرة الأواخر لياي أفضل من رمضان بالكامل أفضل من عشرين يوم بالكامل وفيه جائستين عظيمتين في العشرة الأواخر ليلة القدر وليلة العطق من النيران هي آخر ليلة في رمضان فلس فوت هذه الفرصة عليك وترك كما ذكرنا لا يوجد حذر تقع في البيع لا يوجدك شيء خلاص نعم يا أحمد ناصر خصوصاً ليالي القدر وهالليالي كلنا نحن نقضيها في البيت هذه يعني بالنسبة لي يعني أسعد رمضان لأن الله عز وجل صفد الشياطين في الأرض كلها وبفضل الله عز وجل هيئ لنا اللي كنا ندعو الله عز وجل أن يحبس شياطين الأنس والجن اليوم الأرض يعني بفضل الله عز وجل طهرت من أشياء كثيرة رسالة من الله عز وجل وتحذير بأن لا نعود بعد هذه الأزمة إلى ما كنا عليه وأن نستغل فعلاً هذه العشر الوسطى المتبقية منها وليلة القدر التي ستكون في العشر الأواخر للنبي صلى الله عليه وسلم قال تمسوها فلابد أن يتفرغ اليوم الحمد لله بفضل عز وجل الأبناء مع الأباء لا بد أن يكون لهم ورد لازم أن يتعلم الأبناء قراءة القرآن مع الأباء يتعلمون التهجد صلاة الفروض بالكامل بفضل عز وجل البيوت كثيرة الآن يا أمهم الصغير والكبير والأب والأخ فأصبح بيوت عامرة بذكر الله عز وجل لا بد أن نستغل هذه الفرصة وأن نقبل على الله عز وجل لأن الله سبحانه تعالى أعطانا أمانة لأننا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض فأبينا أن يحملنا وحملها الإنسان إنه كان ظلوماً جهولاً هذه الأمانة عكسها الخيانة والأمانة تشمل جميع الأحكام التي الله سبحانه تعالى فرضها فهنا في هذا الشهر يجب أن نحافظ على الأمانات التي أعطانا الله عز وجل خاصة التكليف الأحكام الشرعية التي الله سبحانه تعالى فرضها علينا الأمر ملعب وليس هزل فالأمر في جد لأن موازين الأرض يعني بسبب طغيان الإنسان واعتماد على المادة والبعد عن الله عز وجل لعل هذه الرسالة التي وصلت من هذا الفيروس الذي لا يرى بالعين المجردة وله القوة الشاسعة في العالم كله الذي أوقف وجمد جميع الحركة للإنسان هذه شيء لا يرى فما بالك بحظمة الله عز وجل وقدرته فعلا يجب على الإنسان أنه ضعيف أن يعتمد على القوي على العزيز على الرحيم فالله سبحانه تعالى لعل هذه رحمة وهي فعلا رحمة من الله عز وجل لأن يعني ترجعنا إلى الله سبحانه تعالى فالشاهد أن محتاجين فعلا في هذه الأشهر سواء في الأيام الفرادة التي هي 21 23 25 27 29 نقبل على الله عز وجل يعني يكون لها طعم غير فيه تضرع فيه خوف من الله عز وجل ما أن نألف الشيء بحيث أنه يصير شيء عادي طبيعي لا لا يجب علينا أن نقبل ونتضرع إلى الله عز وجل بشكل أكثر وأحز أنا شكرا لكم شرفتوني شكرا شكرا جزيلا شكرا 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 شكرا